بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 6 part 12 slab reinforcement بنتكلم في الشابتر دوت او في الجزء دوت على تفاصيل حديد التسليح اللي موجوده الone way slab طبعا الslabs اللي عندنا طريقة التصميم بناخد شريحة الشريحة ديت بيبقى عليها load بنبدأ نحدد المومنت من المومنت ديت نبدأ نحط حديد التسليح في المناطق اللي فيها المومنت فحنلاقي في حديد في الجزء السفلي وفي حديد في الجزء العلوي علشان يغطي المومنت طبعا انا عندي هنا ديت بلاطة البلاطة ديت مستمرة فيها exterior span وفيها interior span متكررة الحديد اللي فوق دوت ده موجود علشان يقاوم الnegative moment اللي موجود عند الساب بورد ادي الحديد اللي موجود ممكن ناخده كله بنفس الطول او ناخد فيه جزء طويل والجزء التاني بيبقى اصغر الجزء الطويل دوت بيدخل تلت البح والصغير بيدخل ربع البح الحديد اللي موجود هنا دوت عشان يقاوم الnegative moment الموجود عند الاكستيريور ساب بورد نفس الكلام هنا طب الحديد السفلي ده العشان يقاوم لفليكشر فيه حديد عمودي عليه الحديد العمودي عليه ده اللي هو بنسميه temperature bars او shrinkage bars لعلشان يقاوم الكراكس النتجة عن تغير درجة الحرارة او حدوث shrinkage في الخرصانة طيب فيه بديل تاني لاستخدام حديد التسليح بدل ما الاسياخ كلها تبقى straight لا احنا هنا شايفين ان الاسياخ فيه جزء منها straight وفيه جزء منها عملنا له عملية تكسيح او اللي بنسميه البنت bars يعني انا لو عندي ستة اسياخ فيه تلاتة بيبقوا straight وفيه تلاتة بنعمل لهم عملية التكسيح يبقى انا negative moment هنا غطيته من الحديد اللي جاي مكسح من البحر دوت بيقلص الحديد المكسح اللي جاي من البحر المجاور يبقى دول التو تكنيكس اللي احنا بنستخدمهم في التسليح بتاع البلطات سواء كان straight bars او bent bars اشتركوا في القناة